خلصنا التحكيم نخش في الفني سؤال مباشر وواضح جمهور النادي الاهلي المباراة الماضية والمباراة اليوم مباراة الإسماعيلي ومرسل كولر نفسه في المؤتمر الصحفي الكل يتحدث عن شيء واحد فقط وهو إضاعة الفرص السهلة اللي بتتاح للنادي الاهلي وبعدد كبير في المباريات مهمة أو غير مهمة أو معظم المباريات وإن كان الاهلي برضو عشان برضو نبقى واضحين هو أكوهجوم مازال أكوهجوم في الدولة وكان تقريباً تاني أكوهجوم في بطولة أفريقيا بعد سانداونز يعني فأنت بتتكلم في الأهلي بيسجل بس أنت مفروض الأهلي يسجل أكتر من كده تبقى للإكسجيل المعدل الفرص المفروض أنه يسجل طبعاً كده فرصة محققة إيه المشكلة؟ والمشكلة دي تتحل إزاي؟ طيب خلينا نربطها أنها جزئية تانية وعلشان ده هو مرتبط بموضوع تاني مهم ألو هو تعويض حمد فتح كيف يعود الأهلي أو كيف يحاول مارسيل كولر فيما تبقى من الدوري تعويض حمد فتح وهو ليه أصلاً حمد فتح كان بيدخل جول 18 وبيحاول أنه يتواجد دايماً سواء إسهامة في الكرات الرأسية أو من خلال البلتريشن والزيادة العددية كمهاجم تاني مع المهاجم اللي بيلعب سواء محمود كهرباء أو محمد شريف خلينا نتفق أنه لا محمود كهرباء ولا محمد شريف لتنين عندهم قدرات كبيرة في الكرات الهوائية أو في الكرات الرأسية تحديدة طبعاً أدي أدي جزء فأنا هنا بحاول عوض حمدي لأنه حمدي كان بيحاول يحلل القصة لي جزئياً بأنه يساهم بشكل أو بآخر جول 18 سواء فيه وجود كهرباء أو وجود محمد شريف طيب لما نبتري نقول هو بيعوض زي حمدي فهو بيحاول يحل المشكلة جزئياً ليه يا كريم؟ احنا عندنا جزئين واحدة مش يقدر يحلها دلوقتي الدوري لازال مستمراً باب القيد لم يفتح الأهل لم يتعاقد مع مهاجم حتى هذه اللحظة فبالتالي هو بيكمل بالسكواد اللي موجود إذا ما بيعتمد على شريف أو كهرباء كان بيحاول يحل المشكلة بوجود مين؟ حمدي فحمدي كمان ما بقاش موجود الرجل انتقل خلاص رسميال الوكرة فالرجل مش على قويته فابترى يحاول يدور على حلول بديلة بالتواجد جوه منطقة الجزاء وهنا مش بيحاول يحل مشكلة إضاءة الفرص لأن دي قصة مرتبطة بوجود مهاجم بكوالة معينة لسه مش هيجي كده كده إلا مع عبداية الموسك فانت هنا بيتكلم على إنه بيحاول يحل الجزء التاني اللي هو فقده بغياب حمدي علشان يزود المعدلات فلما يزود المعدلات هتيجي واحدة يسجل منه ده اللي كان بيشتغل عليه طول إيه السيزن من خلال تواجد حمدي طب مين اللي بيعمل الأدوار دي؟ بيعمل ده من خلال دخول أحمد عبدالقادر جوه الملعب لو جهز معنا الحالات التنين نعرضها من خلال دخول أليو ديانج تحديدا أه أليو ديانج هياخد وقت لأن حمدي ما ظهرتش بالكفاءة اللي احنا بنتكلم عليها دي مبكرا حمدي ظهر بالكفاءة دي بعد فترة من الشغل مع الراجل وديانج مش هو نفس القدرات بتاعت حمدي هللاقي إن ديانج دايماً بيتواجد كريم في الناحية الشمال عشان يعمل التلاش بص بص نفس التحركات اللي كان بيعملها حمدي قصة بقى في جودة الإنهاء أو في جودة ترجمة دا الفرص أو ترجمة دا الأهداف طبعاً هتختلف بص هنا ديانج واقب فين بص هنا ديانج واقب فين ديانج واقب في المنطقة اللي مفروض بيتواجد فيها الجناح ما لحقهاش طيب هل دي بتحصل دلوقتي لا بتحصل بالتلات مباريات الأخيرة اللي حمدي بيبقاش متاحة عند الرجل أو بش كامل تركيزه حتى قبل ما يرحل ارجع تاني بص للمرة التانية ده في التالت ساعة الأولى يا كريم للمرة التانية ديانج متواجد فين ديانج متواجد في منطقة الجناح واللي بينزل جوه الملعب هو يام بيرسي تاوي يام أحمد عبدالقادر عشان يفضي المساحة لإام العالم علول أو أليو ديانج انه هو يعمل كمان بقى يحاول انه يهرب أحمد عبدالقادر و بيرسي تاوي الاثنين جوه الثامنطاشر من خلال الاختراقات من عمق مش من على الأطراف بيرسي تاوي بيدخل اوقات كتير بالتبادل مع أحمد هتلاقي هنا بيرسي تاوي هو اللي فاتح ناحية اليمين هتلاقي تحت لكن الكادر مش معانا وركبتن أحمد الغندور هتلاقي أحمد عبدالقادر هو اللي داخل واللي داخل بيبنتريد ده هو محمد شريف في الكرة دي أنا هنا مش بكلم على جهة بس وقف هنا بس أحمد عبدالقادر موجود فينا كريم موجود عشان يعمل بنتريشن من العمق تاوي بيدخل من اليمين طب لما بيروح بيرسي تاوي بيدخل هو جوه في قلب الملعب أحمد عبدالقادر بيفتح على اللفت فهو بيعوض الوجود ده بتواجد أكبر عدد بكثافة وجمية داخل الثمنتاشر من خلال عملية الزيادة اللي كان دايماً بيعملها مين بيعملها حند فتح من خلال ديانج وبيعمل عملية الكثافة سواء علشان الساكند بول أو على منطقة الثمنتاشر زوم فورتين أو خط الثمنتاشر قصة الثمنتاشر كنا زي ما بنسميه بص الاثنين ميلي اللي واجدين أحمد عبدالقادر وقفشة أشكرك أشكرك وقف على هين أحمد عبدالقادر وقفشة فبيعمل كثافة أنه حتى الساكند بول يخلق فرص فالراجل عمال طول الوقت بيدور على حلو بديل الأهل اللي كانت فيلعب بالشكل ده على فكرة في بطولة أفريقيا الأهل كانت فيلعب بالشكل مختلف في وجود حمدي في وجود حسين في وجود تاوي مين ده كريم برسيتاوي برسيتاوي الرجل الجناح مين وصل لحد فين نازل تحت في وسط الملعب بيشتغل بليميكر واللي فاتح هناك كمل بقى كمل اللعبة الأخيرة وقتلاقي شريف بيفتح ناحية شمال عب قادر بيفتح ناحية شمال هو كان بيحاول يدور على الثغرة دي من المباريات اللي فات بص كمل كمل وشوف مين لا يكامل بص عب قادر جاي أهو عب قادر جاي عب قادر الطبيع stewardship يعمل أفرلاب لقى معلول انه هو اللي داخل مكمل على الطرف هيحاول هو اللي يعمل هيحطه المعلول وهيرجع تاني شريف هيأخر نفسه رجع تاني رجع تاني شريف كان داخل مكمل بعد ده لقى معلول رايح للإندلين فلما لقى معلول رايح للإندلين هيرجع يوسطى نفسه تاني عشان يرجع للزون اللي المفروض يعمله الباك باص او الباص الخلفي عالي معلول الملعب خد مكان مين يا كريم خد مكان البلاي ميكا طب مين اللي دخل فتح نحية لي مين مكانه افشل الديناميكية اللي الاهلي بعملها دي كردت كبير لمرسل كل الرجل بيدور على حلول باي شكل بيدور على حلول عشان بالبلدي يفنش الموسمة الكريم اللي هو بالنسبة له ينتهي بعد خمس نقاط يخدم النادي الاهلي او مباراتين او اذا تعثر بيراميدز بالمناسبة امام سراميكا يوم الاثنين وارد جدا مبارات الاتحاد اللي هي تتلعب قبل مبارات سراميكا وبراميدز تكون هي المبارات التتويج للنادي الاهلي حال فوز النادي الاهلي وتعثر بيراميدز امام سراميكا تكون مبارات الزمالك بعد التتويج حال تعثر بيراميدز كمل هنا بقى كمان يا كريم بص هتلاقي انه دايما كمل 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 لأ كملها كملها لقدام كملها لقدام كملها لقدام بص هتلاقي ان هنا عبدالقادر رجع هنا تاني معلش رجع تاني عشان هنقف عند النقطة لي كتير لما نتكلم على مروان ارجع لي تاني من أول الباص بتاع مراوان ارجع تاني تاني رجع على سرعتها بص يا كريم لما اتكلم على العليب مركز ستة العليب مركز ستة اللي هو مراوان عطية ان عنده الفيجن انه يعمل ده وهكلمك على أرقام عظيمة المراوان النهاردة مراوان يعني العليب هو تجاوز كل التوقعات اللي كانت محتوطة لخات جهازة أفضل لعب في المباراة للمرة التانية وهو مش يستحق يستحق كل شيء حتى بعد الأداء اللي قدموا النهاردة قدم مباراة بيرة جدا جدا على سعيد الأرقام على الأل من قائمة من 3 لعبين في الأفضل في الموسم ده هتلازم مراوان يكون واحد مليون في المية مليون في المية وتواهج مراوان بيستمر من اللعيب موجود في الاتحاد السكندر يا كريم احترامنا الكبير الاتحاد السكندري والجماهير الاتحاد السكندري لثقة الجماهيري كبير انه بيمثل النادي الأهلي ينتزع مكان أساسي في ظل وجود حمد يفتح وقاليو ديانج ويلعب هو في مركز 6 ويتنقل قاليو ديانج لمركز 8 هتكلم على مراوان تفصيلية لكن نكمل بقى اللعبة دي على عدلتها هتلاقي انه بص هنا الستريتشنغ غير هنا للرجل الاستراتيجي بصها كريم عامل استريتشنغ وقف هنا بقى وقف سواني بص مين اللي فتح الملعب ناحية اليمين أقصى لمن يا كريم قاليو ديانج غير مكانه بعد أول تلت ساعة اتدى الرجل ينقل ناحية اليمين عشان يعمل عملية الده أنا مكان اللي بقولك عليه هتلاقي محمد شريف في ظهره تاو مكمل فين تاو مكمل كبلاي ميكر هو محمد مجدي أفشا واحد ناحية الشمال أفشا والتاني تاو ناحية اليمين علشان التوزيع التحركات توزيع تلعيب النادي الأهلي في الملعب الكلام ده مش صدفة التحركات دي مش صدفة بتحتاج وقته طويل ويعيب اللعب المصري ويحسب لكل كريد كبير هنتكلم عليه في حينه كتير جدا انه تحركات لعيب النادي الأهلي توزيع لعيب النادي الأهلي في الملعب يحتاج لمجهود كبير جدا خاصة عم عبير مصري انه بيسرح دايما بروح للمكان اللي تعود انه يلعب فيه دايما بيبقى فيه كسه ليان مش بسرح مليون في الميو هنتكلم عليه طيب اللي بعد